يتم اختبار حجر الجاديت الأبيض باستخدام عدة طرق للتحقق من نوعيته وجودته من بين الطرق الشائعة اختبار الصلابة يتم استخدام مقياس موهس لقياس صلابة الحجر يعتبر حجر الجاديت من الحجارة الصلبة ويتميز بموهس حوالي 7 على هذا المقياس اختبار الشفافية يفضل أن يكون حجر الجاديت شفافاً أو نصف شفاف حيث يمكن رؤية طبقاته الداخلية بوضوح هذا يضيف قيمة إلى الحجر اختبار اللمعان يقدر لمعان حجر الجاديت ويتم فحصه بواسطة الضوء للتأكد من وجود تألق طبيعي ولامع اختبار الكثافة يتم حساب كثافة الحجر لتقدير مدى كثافته وجودته اختبار اللون يفضل أن يكون لون حجر الجاديت نقياً وبدرجات بيضاوية ويحكم على جودته بناء على توازن وتناغم اللون يتم تنفيذ هذه الاختبارات بواسطة خبراء المجوهرات وعلماء المعادن للتحقق من صحة الحجر وتأكيد جودته وقيمته في السوق الجاديت الأبيض هو نوع من الأحجار الكريمة الفاخرة ويعتبر من أحجار الكاوارتز الملونة بشكل طبيعي يتميز بلونه الأبيض اللامع وقد يحمل تدررجات خفيفة من اللون الرمادي أو الفضي يستخدم حجر الجاديت الأبيض في صناعة المجوهرات حيث يقدر لإطفاء لمسة أنيقة وراقية يتم استخدام هذا الحجر في تصميم الخواتم، القلائد والأساور حيث يتميز بمظهره الجميل والنقي تعزز قيمة حجر الجاديت الأبيض أيضاً بمظهره الكلاسيكي الذي يمكن أن يتناغم بشكل رائع مع مختلف أنواع المعادن الثمينة مثل الذهب أو الفضة لا يقتصر استخدام حجر الجاديت الأبيض على المجوهرات فقط بل يمكن أن يستخدم أحياناً في الديكور الداخلي لتزيين المساحات وإطفاء لمسة فاخرة وأنيقة بفضل تألقه وبياضه، يمكن أن يكون حجر الجاديت الأبيض رمزاً للنقاء والأناقة في مختلف السياقات